أنا من الناس اللي ببقى حريصة جداً وإحنا كمان في البرنامج نحنا نشوف تحديداً المديرين الفنيين سواء طبعاً نتكلم عن مارسل كولر أو المدير الفني للفريق المنافس بعد أي مباراة بيصرحوا وبيتكلموا إزاي وبيحللوا إزاي المباراة مارسل كولر مبارح تتكلم عن أداء اللعيبة وتتكلم عن السيطرة الكاملة عن المباراة أو على المباراة ويعني قد إيه برضو اللعيبة قدرت أن هي خلينا نقول تظهر بمشهد كبير جداً أو رائع جداً وعايز أقول لحضراتكم برضو فكرة كمان حديثه عن حزنه على إصابة إمام عشور كل ده أعتقد برضو بيخلينا نحس إن لأ إحنا فريق واحد إحنا لما بيصاب حد مننا كمان ده بيؤثر بشكل كبير جداً حديث مارسل كولر تحديداً عن إمام عشور بأداء الشكل ده بيأكد ده إمام عشور من اللعيبة الأساسية اللي ليهم أهمية كبيرة جداً أنا عايزة أروح مع حضراتكم طبعاً للتصريح ده وعايزة كمان أهلني بيرستاو قبل ما نروح لهذا التقرير لأن بيرستاو بجد من اللعيبة اللي يمكن أول ما جات مع النادي الأهلي ما كانتش جاية ويعني خلينا نقول بشكل صريح ما كانتش جاية في البداية قدرت إن هي تثبت نفسها في أول 3-4 ماتشات أو أول فترة بس بيرستاو بعد كده وتحديداً مع مارسل كولر قدر إن هو يظهر أو هو كمان خليه يظهر أفضل ما عنده من إمكانيات ودلوقتي فيه اندماج كبير جداً وابتدت الإمكانيات يعني والثقة كمان من الجماهير للنادي الأهلي إن هي تظهر بشكل كبير جداً فعايزين نقول مبروك لبيرستاو الرجل المباراة عن جدارة بصراحة خلينا نروح نتابع تصريحات كولر ونرجع نكمل